اعقد مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندسيحة الكومي اجتماعا لبحث كافة الامور التي طرأت على الساحة وتقرق وتشغل بال كافة محبي وعشاق الدرويش بالاضافة الى الاتفاق على وضع خارطة الطريق الخلال الفترة المقبلة والتي تتضمن اعادة فرض الهدوء والاستقرار من جديد وشهدت الجلسة حضور جميع عضاء المجلس حيث تم ازالة كافة الاختلافات والاتفاق على اعلاء مصلحة النادي الاسماعيلي وان يصطف الجميع خلف الكيان ويكون الجميع على قلب رجل واحد من اجل النهوض بالقلعة الصفراء في اسرع وقت ممكن بهدف اعادة البسمة لجماهير الفريق العاشقة للكيان وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من القرارات وجاءت كالآتي قبول اعتذار بعض السادة الاعضاء عما بضر منهم خلال الفترة الماضية وتصفية كافة الخلافات وقبول الصلح مع المهندس يحل كومي رئيس المجلس تشكيل لجنة فنية تختص بكل ما يدور عن الفريق الاول يترقصها اسماعيل حفني وتضم في عدودها السنائي محمد وهبة واحمد العجوز وذلك ضمن خطة المجلس لوضع الامور داخل نصابها الطبيعي في ظل الخبرات الفنية العريضة التي يتمتع بها اعضاء اللجنة مع منحهم كافة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات التي تكفل تصحيح المصار خلال الفترة المقبلة سحب استقالة المحاسب حاتم حجازي امين السندوق وعودته من جديد بعد تمسك اعضاء المجلس باستمراره ومن جانبه تمسك حاتم حجازي امين سندوق النادي الاسماعيلي بالاستقالة من منصبه وكتب حاتم حجازي عبر حسابه على فيسبوك شكرا لكل من معنى عن السقة ولكن تقبلوا اعتذاري شكرا للمشاهدة